اشتركوا في القناة ودولة الكويت واصل تقديم مساعداتها الخيرية للاشقاء السوريين في الاردن اهلا بكم شارك وفد من وزارة الاعلام اليوم في مراسم عزاء الفقيد الاعلامي المصري وجد الحكيم وقدت رأس الوفد ممثلا عن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ووكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاعلام الجديد محمد العواش والذي اشاد بمآثر الفقيد الحكيم وبصماته الواضحة في خدمة الاعلام الكويتي عبر مراحل كافة وابرزها مواقفه المشرفة اثناء الغزو العراقي لدولة الكويت حيث سخر كل امكاناته الفنية والمادية لخدمة الاعلام الكويتي في تلك الفترة وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح وكافة قياديين ومنتسبة وزارة الاعلام في الفقيد الكبير المرحوم بإذن الله الاعلامي وجدي الحكيم لقد كانت للفقيد بصمات ومآثر عديدة ليس في جمهورية مصر العربية فقط ولكن على مستوى الوطن العربي اينما تجد الاعلام يقترن اسمه بالراحل الكبير الاستاذ وجدي الحكيم رحمة الله جهود الفقيد معنا في كافة مراحل الاعلام الكويتي ونحص بالذكر ايام القزو العراقي لدولة الكويت ومواقفها الطيبة ومآثرها الطيبة كما لا ننسى انه احد المؤسسين لاذاعة دولة الكويت التي انطلقت من القاهرة ابانا الغزو ولا ننسى مساهماتها ايضا بالتلفزيون والباذاعة دولة الكويت ومع الشقائه في دولة الكويت وكافة الاعلاميين بالوطن العربي عظم الله واجركم ايها الاعلاميين اينما كنتم في هذا الفقيد الراحل ونقدم تعازينا لأسرته الكريمة وللأسرة الاعلامية بجمهورية مصر العربية الشقيقة اختتمت فعاليات مهرجان المسرح العربي للطفل في دورته الثانية والذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بعد منافسة فنية مسرحية اختتمت فعاليات مهرجان المسرح العربي للطفل في دورته الثانية والذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وصلنا الى حفل الختام حفل الختام حيث توزع الجوائز على الفائزين بافضل اربع عروب مسرحية قدمت خلال هذه الدورة نتمنى الحقيقة الحظ الكبير للفرق المشاركة ونتمنى الحظ الاوفر للفرق اللي ما حالفها الحظ انها تفوز معنا في هذه الدورة المهم ان اليوم مع وصولنا الى حفل الختام نعتقد بان هذا المهرجان حقق جانب كبير من الاهداف اللي وضع من شئل من خلال التوافد والتواصل مع انشطة وفعالياته خلال العشرة ايام الماضية تمنياتنا ان شاء الله في الدورات القادمة ان نحظى بنفس هذا التواصل وان نقدم عروب بمستوى افضل وبعدد اكبر من هذه العروب كوكبة من الرواد ومبدعي المسرح والمعنيين بالحراك المسرحي الموجه الى الطفل شاركوا في هذا المهرجان ليقدم لهذه الفئة المهمة اعمال مسرحية ترتكز على العملية التربوية والتعليمية التي تؤثر على النش حضورنا كل يوم هنا نتابع الاطفال نتابع مسرحيات الاطفال هذا اجمل واكبر هدف عندنا بالساحة الفنية ثق بالله اني انا كل يوم لما احضر اتابع الاطفال وبعدين في شيء مهم جدا الاطفال بهذه السنة اكثر من العام الماضي معناها فيه من قبل المجلس الوطني فيه تشجيع لاطفال الكويت فيه تشجيع للوافدين فيه تشجيع لكل انسان موجود على ارض الوطن على ارض الكويت انا سعيدة جدا بهذا المهرجان ايضا بالمهرجان الاول بس هذا المهرجان جمهور اكثر اطفال اكثر معناها صار عندهم قناعة انه فيه مهرجان كل سنة يقام في هذا الوقت تنوع العروض ومستوياتهم الفنية العالية جدا والاقبال الكبير من الاطفال ومن شريحة كبيرة من الجاليات العربية هذا المهرجان في دورته الثانية له دلائل عدة ومنها ترسيخ عمق دور الكويت الثقافي والفني والاعلامي عن المستوى العربي من حفل الختام للمهرجان العربي لمسرح الطفل في دورته الثانية يوسف صفر تلفزيون دولة الكويت اعلن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عدد المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلاد بلغ 630 فردا حتى منتصف شهر يونيو الجاري وقال الامين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور لوكالة الانباء الكويتية اليوم من 36 جمعية تعاونية استهلاكية تجاوبت مع الآلية التي اطلقها الجهاز قبل سبعة اشهر بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع التعاوني وذلك ارتفاعا من 15 جمعية في فبراير الماضي في موضوع اخر انطلقت اليوم في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة حملة الاغاثة الكويتية والتي تقوم بها بمبرة الاحسان الخيرية حيث تقوم بتقديم المعونات العينية والنقدية للاشقاء السوريين اللاجئين في الاردن وذلك للتخفيف من معاناتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك الخير الكويتي يتواصل تجاه مأساة اللاجئين السوريين ويمتد ليخفف من معانات الالاف ويرفع من ازرهم في مواجهة ظروف معيشية وحياتية صعبة اثر اللجوء الى الاردن هربا من الواقع المرير في سوريا القافلة الاغاثية الخامسة لحملة معكم حتى النصر التي تنطلق بجهود فردية كويتية وبمشاركة فعاليات طلابية وشبابية واكاديمية بدأت بتوزيع مساعدات الاغاثة النقدية والعينية في منطقة المفرق حيث قامت الفرق التطوعية لمبرة الاحسان بتوزيع مغلفات المساعدات النقدية المباشرة والطرود الغذائية لمئات الاسر اللاجئة جئنا اليوم الى اخواننا في هذه المخيمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا وعنهم عن كل المسلمين كل الناس اجمعين في الحقيقة وجدنا حالات مأساوية حتى ان اول خيمة دخلناها وجدنا امرأة توها والتقبل ليلتين في هذه المخيمات التي حقيقة حقيقة لا يسكن فيها حتى العمال اللي نجلبهم لدولتنا ما يسكنون فيها دورنا في هذه الحملة المباركة الطيبة حملة معكم حتى النصر توزيع سلال غذائية في اول بداية شهر رمضان على المساكين على العرامل على الايتام في داخل الاردن في مخيمات الاشوائية في مدينة المفرق في عمان هذا كل فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل اهل الكويت من تبرعاتهم واستطلعت فرق الحملة عبر لقاءات مع العائلات اللاجئة لاحتياجاتها ومتطلباتها المعيشية خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك والتي تزيد فيه احتياجات الأسر السورية في مناطق معيشتهم العشوائية وقدرت هذه الأسر اللاجئة اللفتة الكويتية الإغاثية التي تنبع وتتجذر من أصالة الكويت قيادة وشعبا كما رأى أباء وأرباب أسر في معرض شرحهم للظروف المعيشية التي يمرون بها لفريق الحملة الكويتية ووضع برنامج إغاثي للاستجابة لحاجات هذه الأسر لتسيير قوافل حملة الكويتية القادمة خلال شهر رمضان الفضيل الله يزيم الخير وكثر خير من يعمي والله ويعطيم العافية والله السلام الحمد لله 50 دينار الضرفي 50 دينار وتردمونا كامل والله يزيم الخير الشعب الكويتي والأمير الكويث كثر خيرا والله معونة مدري بشيها كرتونة كرتونة مليانة ومصاري مدري بشيها أطونا كثر خيرا ما قصرت والله كثر خيرا معونة وأتشال ومنتم خلن شي علينا وانت وجمعتكم كلكم كثر خيرا خيرا كويتيا بالجملة وحملة إحسان تعبر عن جوهر الرسالة الإنسانية لدولة الكويت بكافة مستوياتها وتزرع بذور الأمل أمام اللاجئين السوريين المنكوبين بوطنهم وأمانهم هاني البدري تلفزيون دولة الكويت من مدينة المفرق الحدودية الأردن ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية حملتها الجديدة في عدد من مناطق تجمعات اللاجئين السوريين في الأردن بتوزيع الطرود الخيرية على الأسر السورية في أجواء التحضير لشهر رمضان المبارك من حلول شهر رمضان المبارك وفي أجواء التحضير له واصلت أولى وفود جمعية الهلال الأحمر الكويتي لإطلاق حملة الخير الإنساني الكويتية تجاه اللاجئين السوريين وفي عدد من تجمعاتها السكنية في عمان والمناطق المحيطة ومدن الجنوب الأردني وقامت فرق الهلال الأحمر الكويتي في حملتها الجديدة بتوزيع الطرود الخيرية على الأسر السورية في تجمعات الجنوب بواقع طرود غذائية لسبعمائة أسر من العائلات اللاجئة من ويلات الاقتتال الدموي في سوريا سيتم توزيع هذه المساعدات اليوم من خلال فريق مهلال الأحمر الكويتي اللي حضر من الكويت تطوعاً لتوزيع هذه المساعدات على شقاءنا السوريين يداً بيد سيتم توزيع اليوم حوالي سبعمائة عبوة غذائية سبعمائة أسر سورية تحتوي هذه على السكر على الأرز على جميع الفجال القذائية لشهر رمضان الفضيل تكفي الأسرة لمدة شهر كامل نحن يعني نقدم المساعدات هذه قبل رمضان تحتوي على مواد غذائية مواد الأساسية التي هي العيش والسكر والزيت وفيها أيضاً التمر واحتوت الطرود الخيرية الكويتية التي وزعت بشكل واسع في مناطق عديدة من الأردن على كافة المتطلبات الغذائية والمواد الأساسية للتمويل المنزلي بما يكفي للعشرة أيام الأولى من شهر رمضان الكريم وعبرت تجمعات الأسر السورية اللاجئة عن تقديرها البالغ للكويت بكافة مؤسساتها الإنسانية والإغاثية ولهذا الدور الخيري الأخوي الكبير الذي مثل قدوة لكافة مؤسسات الخير التي تتابع أحوال اللاجئين السوريين في الأردن ووسط تقدير الجهات الأردنية المتابعة سيكون هناك توزيع 700 ضرد على العوائل السورية الموجودة في محافظة نمعان وهي مساعدات عينية لشهر رمضان الكريم وأعتقد أنها كانت جزلة بحيث أنه ممكن تكفيهم في فترة شهر رمضان نتمنى في هذه الفرصة أنه الله يديم الخير والأمان على دولة الكويت وعلى كل الوطن العربي وكل الإنسانية دائما نحن عادزين عن الشكر للكويت ودولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ونتمنى لهم التوفيق وظلوا دائما في عزقه وشعب ألف شكر أولهم ومساعدات منيحة والله يجيهم الخير يعطيهم العافية وأشكر دولة الكويت وشعبها وجينا اليوم استلم لطرودة معونات معونات لغزائي للسوريين أول الغيث الخيري الكويتي عبر الهلال الأحمر مع بشائر الشهر الفضيل وقبيل أيام قليلة منه تجاه مأساة اللاجئين السوريين المتواصلة في الأردن هاني البدري تلفزيون دولة الكويت عمان البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله حمد الطليحي عن عمر يناهز الثمانين وسيوار جثمان ثر بعد صلاة عصر غد انتقل إلى رحمة الله تعالى وليد معيوف عبد المحسن العجيل عن عمر يناهز التاسعة والخمسين وسيوار جثمان ثر بعد صلاة عصر غد انتقل إلى رحمة الله تعالى سمير عيسى عثمان الصرعاوي عن عمر يناهز السادسة والخمسين وسيوار جثمان ثر الساعة العاشرة من صباح غد بمقبرة سبحانه انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد يعقوب يوسف جاسم حمد الحريبي عن عمر يناهز الثامنة والعشرين وسيوار جثمان ثر بعد صلاة عصر غد انتقلت إلى رحمة الله تعالى فتحية حسين محمد البصام أرملت حمد منصور المبارك عن عمر يناهز الرابعة والسبعين وسيوار جثمان ثر بعد صلاة عصر غد انتقلت إلى رحمة الله تعالى خلود يوسف حسن الجاركي زوجة عبداللطيف عقوب الياسين عن عمر يناهز الستين انتقلت إلى رحمة الله تعالى جود حميد محمد العنزي زوجة عبيد خليف الحربي عن عمر يناهز الثامنة والخمسين وسيوار جثمان ثر بعد صلاة عصر غد ان لله وان اليه راجعون ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين طبتم وطابتوا بعدكم وزارة الإعلام تشارك في مراسم عزاء الفقيد الإعلامي المصري وجد الحكيم ودولة الكويت واصل تقديم مساعداتها الخيرين للشقاء السوريين في الأردن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر